الوداد لو تفتكروا سالفات كس من نادي الأهلي فيه النهاية نهاية المبراءة الواحدة وفاز بدور أبطال أفراك طيب ايه بقى اللي تغير في الوداد من الموسم الماضي للموسم الحالي تعال أقول لك على مستوى الإدارة الفنية راح على وليد الريكراكي فاكرين طبعا وليد الريكراكي اللي هو رابع العالم مع المنتخب المغريبي هو اللي كان بيدرب الوداد الموسم الماضي في نهاية دور الأبطال أفراكي راح على وليد الريكراكي المدير الفني بعدما تووج مع الوداد باللقب ليتولى تدريب منتخب المغرب ويحق لاندجاز التاريخي بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة بعد ذلك تغير على تدريب الفريق المغريبي أربع مدربين سبحان الله أربع مدربين ما يخلوش فرق ينجح يعني أول واحد كان الحسين عموتة تولى تدريب الفريق لمدة مباراتين فقط قبل أن يرحل بعد ذلك بسبب سوء النتائج منحقش يعني وبعد كده المهد النفطي تولى تدريب الفريق لمدة عشر مبارات قبل أن يتمل إطاحة بيه بسبب سوء النتائج برضو ما الحقش عشر مباراتين بس تمام بعد كده خان كالوس جاريدو طبعا الأسماني المعروف طبعا الفائز مع الأهل بالكون في درادية على الرغم من قيادته الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إدارة الوداد قررت إقالته بسبب عدم القناعة الفنية بما يقدمه وبعد كده جيه البلجيكي سفيان فانتبورك تولى تدريب الفريق قبل مباراتين سانداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونجحة فيه الوصول للنهاية يعني بص الفرقة دي ما تقولش أبدا إنها مفقود توصل للمرحلة دي يعني عدم الاستقرار الفني الواضح ده ما يخليش الفريق يوصل للمرحلة دي ده معناه إيه؟ معناه إن فيه تشكيلة قواية جدا عند الوداد مساعداء حتى مع التغييرات الفنية الكبيرة دي اللي مش مش احترافية خليته يوصل للنهاية عشان عنده مجموعة لعيبة عندها خبرات ومهرات كبيرة جدا طيب ده تشكيل الفريق في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي طيب حرص المرمى دلوقتي فيها يوسف مطيع هيكون هو حارس المرمى في نهاية دوري أبطال أفريقيا بعد عودته من الاعتزال بعد انتهاء موسم أحمد ريطة تكناوتي بسبب الإصابة ده اللي هيبقى الحارس تكناوتي كان هو الحارس الموسم الماضي يوسف مطيع لعمل موسم رائع جدا 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 هو هيبقى حارس قدام النادي الأهلي طيب أرسنزولا نهارده أرسنزولا كان عنده جرح في رأسه بعد خبطة صعبة جدا في دلطول المباراة ينزف بصراحة بس مواجب مدافع راجل جدا يعني أرسنزولا وأمين أبو الفتوح هم قلبها دفاع الوداد خلال الموسم الحالي بشكل أساسي بعد رحيل أشرف داري للإحتراف في فرنسا ولعيب كبير جدا والإبقاء على أمين فرحاني كبديل بعد تراجع المستوى خط الوسط عبدالله حيمود أصبح العنصر أساسي بدلا من جلال داودي بجانب يحيى جبران ورضا الجعيدي خط الهجوم فيه محمد أونجب اللي أصبح أسان بعد عودته للفريق بجانب الوافد الجديد سامو كسنائي هجوم جديد الموسم الحالي بجانب زهير المترجع ده اللي اتغاية يعني طيب